لطفي وحسين طالبين من النجباء بالجامعة وجد أنفسيهما منذ سنوات في قفص الاتهام بسبب السرق العلمية ذنبهما أنهما لم يستعمل مراجع باللغة الفرنسية في مذكرتهما حينما أرسلت بخطبات رسمية لكلية الأداب في جامعة بنها فادوني على مستوى إدارة البحوث والدراسات العلية المختصة في تجيل شهادات الماجستير والدكتوراه فادوني بأن هذا الموضوع لم يسجل ولا هذا الطالب ولا حتى هذا الموضوع من أصله أتيت بوثيقة أو نص من الجريدة الرسمية يفيد بأن هذه الجامعة تأسست في 7 مارس 2005 بقرار جمهوره يبحث لطفي وحسين عن حقهما بعدما أغلقت كل الأبواب وجهت إلي تهمة السرقة العلمية لتلك المذكرة التي كنت قد أنجزتها بنفسي بعد ذلك يقول نائب عميد الكلية المكلب بالبضغوجة إما أن تعترف أو أن مصيرك مصير زميلي بهذا اللفظ على الرغم من أن المجلس التعديب الآلة للجامعة أصدر قرار بإلغاء العقوبة لصالحنا إلا أن الكلية لم تريد تطبيق هذا القرار وجهنا الوزارة الوزارة تقريبا دفعنا الملف الأول الملف الأول يقول القضاع من بعد دفعنا الملف الثاني يقول القضاع من بعد دفعنا الملف الثالث خرج من دون جدوى اليوم بعد كل هذه المعاناة وبعد مدة أربعة سنوات ونصف من موعد تخرجي ولم أكتسب البعض من حقوقي أو كل حقوقي المشروعة إلى اليوم أطالب الجهات المعنية بأن تتحمل كافة مسؤولياتها وأن تسترجع الحقوق المظلومة لأهالها مصير الشابين معلق منذ أربع سنوات دون رد من الجهات التي يترددان عليها في كل مرة إلى أنها بقيت مغلقة دون أن تفتح لهما أملا ترجمة نانسي قنقر